بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثالث والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الحديث على قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الخير إلى قوله وأولئك لهم عذاب عظيم ونتناول في هذه الحلقة ما تيسر لنا من بيان فوائد هاتين الآيتين فيوخذ من هاتين الآيتين أولا وجوب الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله تعني طلب دخول الكفار في الإسلام لأن الإسلام هو دين الله عز وجل المطلوب من أهل الأرض كلهم عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم الدخول فيه لأن الله خلقهم لذلك كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالدعوة إلى الله تعني إرجاع الناس لهذا الأصل الذي خلقوا من أجله وهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووظيفة أتباعهم وفي هذه الآيات أو هاتين الآيتين أن الدعوة إلى الله إنما تكون على ضوء الكتاب والسنة وذلك بأن يكون الداعي إلى الله ملما بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الداعية ومن منهج الدعوة حتى تكون دعوته مثمرة ومفيدة بإذن الله وفي وفي هاتين الآيتين أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن في هذا صلاح المجتمع فالناس من طبيعتهم أنهم إذا اجتمعوا وإن كانوا على دين وإن كانوا مسلمين فمن طبيعة البشر القصور وأنه سيحصل منهم أو من بعضهم بعض المخالفات أو بعض التقصير في الواجبات فيحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح ما حصل من الخلل فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه إصلاح المجتمع ووجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمان لفقاء المجتمع وفقدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على هلاك المجتمع وكما جاء ذلك في الكتاب والسنة أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكى أن يعمهم الله بعقاب من عنده وفي الآية يقول جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب على كل مسلم بمقتضى هذا الحديث ولكن يكون بحسب الاستطاعة فالذي يستطيع أن يغير بيده لأنه ذو سلطان يغير بيده والذي لا يستطيع التغيير بيده يغير بلسانه وذلك بالبيان والنصح والوعظ والتذكير والذي لا يستطيع البيان بلسانه ينكر بقلبه ولا شك أن القلب لا أحد يستطيع منع الإنكار بالقلب إن كان أحد يستطيع منع الإنكار باللسان ويستطيع منع الإنكار باليد فإن أحدا لا يستطيع أن يمنع الإنكار بالقلب وذلك بأن يبغض المنكر ويبغض أهل المعاصي ويبتعد عنهم ويكون بذلك قد قد أنكر المنكر بحسب استطاعته ثالثا يوخذ من الآيتين الكريمتين أو من الآية الأولى بالذات أن الدعوة إلى الله وأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجبان على الكفاية إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين لأنه حصل المقصود وإذا لم يقم بهما من يكفي فإن الجميع يأثمون وهذا شأن فروض الكفايات ونأخذ هذا من قوله ولتكن منكم فالذي عليه جمهور المفسرين أن من تبعيضية أي ليكن من من هذه الأمة جماعة يكون من هذه الأمة جماعة متخصصة تقوم بهذا الواجب فإذا وجدت جماعة متخصصة تقوم بهذا الواجب فإنه يحصل المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى رابعا يأخذ من الآيتين أن الدعوة إلى الخير تسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لما أشرنا إليه سابقا أن الدعوة إلى الخير تعني طلب الدخول طلب تعني مطالبة الكفار بالدخول في الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى فإذا دخلوا في دين الله وحصل الاجتماع على هذا الدين فربما يحصل خلل من بعض الناس بارتكاب بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات فحينئذ يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالدعوة إلى الخير تسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن مهمة الدعوة إلى الله طلب الدخول في الإسلام ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاح ما يحصل في المسلمين من خلل ونقص في دينهم خامساً خامساً يأخذ من الآية الثانية حصر الفلاح في أهل الدعوة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك الإشارة إلى الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون أي الرابحون للدنيا والآخرة فإنه إذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا ضمان لبقاء المجتمع وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا إذان لهلاك المجتمع وإذا حصل الهلاك فإنه لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قال سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع وقوع العذاب بإذن الله وإذا وقع العذاب فإن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجون من العذاب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وإلى الحلقة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته